نحن الآن في مخيم أبناء الوازعية بمنطقة الكدحة مديرية المعاثر مع إخواننا النازحين من أبناء الوازعية الذين يعانون الأمرين وخاصة في شهر رمضان المبارك هم الآن قد استضافون وجمعوا كل ما يملكون من منازلهم إلى هذا المكان لنفطر معهم هم كانوا ربما أغنى نفسا وأكثر عطاء لنا قمعوا التامر وقمعوا ما عملوه بالتنور وقمعوا الخضرة وقمعوا الحبهاب وأتوا بالتامر وأتوا ربما بكل ما يملكون نحن الآن سنفطر معهم ولكنهم كثيرا ما يعانون في هذا المخيم ويحتاجون للكثير ويحتاجون للمساعدة من رجال الخير ومن من يستطيعون المساعدة معنا الإخوة هنا شيخ المخيم ومندوب المخيم كذلك هم سيحدثون أكثر عن ما يحتاجون الأخ رضوان سيحدثون ما الأخ والضاح عفوان الأخ والضاح سيحدثون عما يحتاجون هنا في المخيم وخاصة في شهر رمضان المبارك بسم الله الرحمن الرحيم والله بنسبة لنا نحن ناجحين من أبناء الواجعين هنا في مخيم الكدعاء مديدية المعافر نعاني الكثير طبعا لأن العمل ما فيش ما فيش معنا أي شغل عبارة لكن نعاني من نقص المواد الغذائية برضوح من الماء من المساعدة النقدية من جميع الشيء يعني لا معنا هنا بالنسبة لنا في هذا المكان إلا ما مدودنا إياه فاعلنا الخير غيره ولا نملك أي شيء طيب طيب وللعلم فهذه الخيام كلها بلا إضاءة بلا مياه بلا لا يملكون شيء يعيشون في الظلام وينامون ربما من بعد صلاة العشاء معنا هنا لا خلق اسم الكريم لو سمحت المعاد محمد سيف صالح من الكدحة طبعا ندب المخيم اللي قنبه هذا المخيم ويش يعاني مخيمكم الآخر؟ نعاني من هذه الحاجات من نقص الغفاء من نقص الاحتياجات من المخيم من مخيمات من كهرباء من ما يعني كله محتاجين فيه أخص حاجة بشهر رمضان هذا نحصل فطور كذا بعض الوقت بعض الوقت ما أحصله شكرا كثيرا طبعا يعانون كثيرا عند سقوط الأمطار وتتحول هذه المنطقة كلها بخيامها إلى خزق ولا يستطيعون الدخول أو الخروق طبعا هذه دعوة لكل أبناء تعز لكل أبناء اليمن لكل من هو قادر في اليمن وغير اليمن لمساعدة هؤلاء فهم يحتاجون إلى الكثير كما تشاهدون محمد يوسف لقناة سهيل تعز ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر